اشتركوا في القناة وقد أنهى المناظرة في رقم قياسي وجعل الشيء حسن الله ياري يعترف بإسلام أبي باكر من الدقيقة الأولى من المناظرة وهذا سبب ألما لدق قفار المهريبي الهارم من المناظرات فقال أنه سيتبت كفر ونفاق أبي باكر وأنتم يا أحبة تعلمون أسلوب دق القفار المهريبي كما فعل في إتبات أن عمر بن الخطاب في رزية الخميس هو الذي قال أن النبي يهجر حيث ذهب إلى جملة في حديث هنا وجملة من حديث هناك وركب حديثا من كيسه أن عمر هو الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر ومع ذلك فشل في طريقة استدلاله نفس الأسلوب سيستخدمه لإتبات نفاق وكفر أبي باكر سيلتقط جملة من هنا وجملة من هناك ويخرجها عن سياقها ويركبها ويقول ها هو أبو باكر منافق وكافر فأول ما بدأ به ذهب إلى صحيح مسلم بشرح نووي في الجزء الثاني عشر من كتاب الجهاد والسير حديث رقم تسعة وأربعين الذي فيه كاذبا آتما غادرا خائنا وقال أن الحديث طويل وقارأ هذه الفقرة قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئتما أي العباس وعلي فجئتما تطلب ميراتك من أبن أخيك ويطلب هذا أي علي ويطلب هذا ميرات امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورت ما تركناه صدقة فرأيتما أي العباس وعلي فرأيتما أي رأي أبو بكر فرأيتما كاذبا آتما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آتما غادرا خائنا والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق إذن ذو القفار المهربي يقول أن العباس وعلي رأى يا أبو بكر وعمر كاذبان آتماني غادراني خائناني طيب هل كاذبان آتماني غادراني خائناني يجعلهما منافقين كافرين؟ لا إذن هو يحتاج بأن يضيف شيئا آخر يزودها يزودها شوية ليكتمل نصاب النفاق في دهن ذو القفار المهربي فماذا فعل؟ دهب إلى المصنف للصنعاني هذا أمامنا كتاب المصنف للصنعاني المجلد الخامس صفحة 105 كتاب المغازي وقال نفس الرواية وقرأ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أعمل فيه بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم أقبل على علي والعباس أي عمر أقبل على علي والعباس فقال وأنتما تزعماني أنه أي أبو بكر أنه فيها أي في فدك أنه فيها ظالم فاجر ظالم فاجر هذه هي الكلمة التي يبحث عنها في كتاب المصنف وهي فاجر وسنعلم لماذا والله يعلم أنه فيها صادق بار تابع للحق ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارته فعملت فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنتما تزعماني أني فيها ظالم فاجر والله يعلم أني فيها صادق بار تابع طيب إذن دون فقار المهربي جاء يبحث عن هذه الكلمة فاجر لأنه لم يجدها في حديث مسلم كادبا آتما غادرا خائنا وهو يريد أن يضيف إليها كلمة فاجر لماذا ليجمع بين فقرة حديث مسلم وفقرة حديث المصنف فأصبح أبو بكر عنده كادب آتم غادر خائن ظالم فاجر طيب لماذا كل هذا البحث جملة من هنا وجملة من هناك بطبيعة الحال ليركبها على حديث في صحيح البخاري ليركبها على حديث في صحيح البخاري فذهب لصحيح البخاري هذا أمامنا صحيح البخاري كتاب الإيمان صفحة 144 حديث 34 حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن بصروق عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أي واحد شمعت فيه الأربع التي سيدكرها سيكون منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة أي واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه إذا اتمن خانا وإذا حدث كدبا وإذا عاهد غدرا ودول فقار المهربي يظن أنه أثبت من صحيح مسلم أن أبا بكر كان كاذبا آتما غادرا خائنا وإذا خاص مفجرة هذه هي الكلمة التي كانت تنقصه من حديث مسلم فذهب يبحث عنها في كتاب المصنف للصنعاني وجاء بها ليركبها فيخرج بهذه النتيجة أن أبا بكر منافق خالص هكذا يعتقد دولقفار المهربي هذه طريقته في الاستدلال ليدلس على قطعانه لكن ما بني على باطل فهو باطل هل أبو بكر فعلا كان كاذبا؟ هل أبو بكر كان آتما غادرا خائنا؟ ظالما فاجرا في الخصومة؟ وهم عندهم أبو بكر خاصة مفاطمة في فداك ففجر طيب نذهب إلى نفس حديث مسلم الذي قال أنه طويل وذهب مباشرة وقرأ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فرأيتماه كاذبا آتما غادرا خائنا ليدلس على قطعانه لكن نحن سندهب لبداية الحديث وسنرى من قال كاذبا آتما غادرا خائنا وفي من قيلت وهذا ما يخفيه الشيعة لما يستشهدون بهذا الحديث هذا هو نفس الحديث من بدايته نقرأ الحديث من صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير صفحة 104 باب 15 حديث 49 وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الدبعي حدثنا جويريا عن مالك عن الزهر أن مالك بن أوس حدثه أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئت حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير إلى أن يقول في الصفحة التي بعدها فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزوبير وسعد أي أنهم جاءوا يستأدنون في الدخول على عمر فقال عمر نعم فآدن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي أي أيضا عباس وعلي جاء يستأدنان في الدخول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم فأذن لوما فقال عباس فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا أي علي اقضي بيني وبين علي اقضي بيني وبين هذا الكادب من هو الكادب؟ علي بين هذا الكادب الآتم من هو الآتم؟ علي الغادر من هو الغادر؟ علي الخائن من هو الخائن؟ علي إذن هذا كلام قاله العباس في علي وبعد ذلك سيعيده عمر بن الخطاب بنصه وترتيبه وهذا يسمى أسلوب التقرأ على كله علي عباس هو الذي قال لعلي كاذب آتم غادر خائن إذن عباس وعلي جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليقضي بينهم في نزاع حصل بينهما حول تسيير فدك إذن فدك كانت عندهما هذا أولا ثانيا ياد القفار المهريبي أنت جمعت جملة من هنا وجملة من هناك وخرجت بنتيجة أن أبو بكر وعمر فاجران في الخصومة فهل علي المعصوم عندك جاء يتقاضى عند فاجر؟ مبروك لك ثالثا العباس وهو في منزلة الأب بالنسبة لعلي رضي الله عنهما ونعت علي بأنه كاذب آتم غادر خائن إذن أنت يا ذو الخمار المهريبي أردت أن تتبت نفاق أبي بكر وعمر فأتبت نفاق معصومك علي وحاشاه لأنك أتيت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمنا خانا والعباس قال عن علي أنه خائن وإذا حدث كذب والعباس قال أن علي أنه كاذب وإذا عاهد غادر والعباس قال عن علي غادر وإذا خاصم فجر وعلي خاصم عمه العباس وهو في منزلة أبيه ففجر حتى اضطر العباس أن يذهب ويتقاضى عند عمر بن الخطاب فمبروك يا ذو القفار المهريبي أتبت النفاق الخالص لعلي بن أبي طالب ونحن فقط نرد عليك بفهمك العفيري للحديث وننزمك بما حاولت إلزامنا به والله مهزل وفاضح هذه يا ذو القفار المهريبي والآن فهمنا لماذا تضع القناة على وجهك لأنه ليس لك وجها طيب هل أبا بكر كان كاذبا لأنه كذب على فاطمة وحرمها من فدك هل كان آتما لما حرمها من فدك هل كان غادرا لأنه غدر ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمها من إرتياء هل أنه هل أن أبا بكر خائن لأنه خان الأمانة ولم يسلم فدك لمستحقها الجواب نجده في حديث مسلم الذي استشهدت به الذي استشهدت به يد القفار المهريبي لتدلس به على قطعانك أن أبا بكر كان آتم غادر خائن على كل نكمل مع حديث صحيح مسلم وكنا توقفنا عند صفحة 105 نذهب لصفحة 106 فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فقضي بينهم وأرحهم فقضي بينهم سبحان الله يا دول فقار أتبت أن أبا بكر وعمر فاجراني ومعصومك جاء عند الفاجر ليتقاضى عنده على كل نكمل فقال عمر اتأذا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركناه صدقة قالوا نعم إذن الحضور الذين كانوا في بيت عمر قالوا نعم نعلم سمعنا رسول الله يقول لا نورة ما تركناه صدقة ثم أقبل على العباس وعلي ثم وجه الخطاب للعباس وعلي ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركناه صدقة قالوا نعم قالوا نعم إذن العباس وعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركناه صدقة إذن أبو بكر لم يكذب لم يكن كاذبا ولم يكن آتما ولم يخدر فاطمة فهو ليس بغادر ولم يخن الأمانة فهو ليس خائنا بإقرار من إمامك المعصوم علي بن أبي طالب ياد القفار المهربي الهارب من المناظرات وأنا سأستشهد عليك بنفس الحديث الذي أتيت به على قناتك لتثبت أن علي مع الحق وقلت أنه لما قال أن أبا بكر وعمر كاذبان آتمان غادران خائنان كان حقا مع أننا أثبتنا لك أن علي لم يقل هذا الكلام بل قاله العباس في علي وعمر رضي الله عنه كرره بلفظه وترتيب كلماته وهذا يسمى أسلوب التقرير وأنا لست هنا لأعلمك اللغة العربية وفصاحتها نذهب للحديث هذا هو الكتاب الذي ذهب إليه دور قفار المهربي كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المجلد السابع صفحة 234 وعن أبي سعيد يعني الخدري قال كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار فقال ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال خياركم الموفون المطيبون إن الله يحب الخفية التقية قال ومر علي ومر علي بن أبي طالب فقال الحق مع ذا الحق مع ذا رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إذن هذا الحديث أتيت به يد القفار المهربي وقلت أن الحق مع علي فهل الحق مع علي لما قال أنه يعلم وسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركناه صدقة إذن علي يثبت أن أبا بكر لم يكن كاذبا ولا آتما ولا غادرا ولا خائنا وبالتالي كان مسلما مؤمنا وأنه لا يخاف في الحق لوم تلائم وأنه كان متشبتا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محافظا عليها وطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية فدك ولم يجعل حبه لفاطمة يطغى على حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيزيغ عن الحق نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته